نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن إعلانات السماح لحامل تأشيرة الزيارة السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج وأوضح المركز الإعلامي أن هذه الإعلانات مضللة مشدتا على أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك وليس تأشيرة زيارة وفق ما أكدته وزارة الحج والعمر السعودية ترجمة نانسي قنقر